المتفاعلون عبر السوشيال ميديا المهتمون بالشأن الكروي كل ساهم بما وصل لعلمه من أخبار تتصل باختيار اللاعب ومن لم يصل إلى عينيه أو أذنيه خبر انطلق يدون بلغة الأمنيات وما تشتهيه نفسه ولعل نشر صحيفة ماركا في الساعات الأخيرة لخبر قرار دياز اللاعب للمنتخب المغربي حسم الموضوع بشكل كبير ففي مسجدات كرة القدم ماركا الإسبانية لم تضبط متلبسة يوما بخبر غير أكيد الترقب غذاه عدم ورود بلاغ رسمي لا سيما من رئاسة الجامعة الملكي المغربي لكرة القدم في حينه يحسم الشك باليقين لتتردد الأخبار بين أن اللاعب لم يحسم بعد في مصيره وبين أخبار أخرى تحدثت بيقين عن كون دياز اختار اللاعب للمنتخب المغربي وحمل قميسه في مشواره مستقبلا وقد استعان من كانت هذه أخباره وأمنيته بمجموعة من الصور كان منها صورة خلقت جدلا واسعا يوم أمس الصورة التي تظهر دياز رفقة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجع وهو يرتدي القميس الوطني رقم عشر هذه الصورة التي نشرت أحيانا على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بعبارة فيك نيوز باعتبارها خبرا كاذبا فيما نقلت مواقع إخبارية عديدة أن الصورة صحيحة وتأكدت لها صحتها من مصادر بالجامعة ومما سجل أيضا في علاقة بتضرب الأخبار بخصوص قرار دياز أن بعض المتفاعلين رجحوا مطمئنين أن يلعب الدولي الشاب للملتخب المغربي حاشرين في سبيل تقوية هذا اليقين مجموعة من الصور التي تدير دياز في زيارة متنوعة ومختلفة لعدد من مناطق المغرب وصورا أخرى تظهر مدى ارتباته بالثقافة المغربية والانتماء لهذا البلد إلى ذلك أورد أصدقاء لللاعب خصوصا بمدينة طانجة أوردوا على حسابات بمواقع التواصل أن الأخير سبق لو أنكشف لهم صيف السنة الماضية بأنه سيلعب للمنتخب المغربي مستقبلا وأن ثمة تفصيلات يجب الحسم فيها نظرا لحساسية الاستقطاب بين المغرب وإسبانيا التي كان لزاما أن يحتاط فيها النجم الموهبة من كل تأثير لقراره على مشواره هناك بصفوف النادي الملكي الإسباني